هذا الكتاب انا كنت فكره عادي وفيه حاجات متقررة بس الكتاب ده طلع سلام عليكم زيكا شباب ان شاء الله نبدأ في الفيديو ده هنأمل تقييم الكتاب بايسون داتا ساينس هند بوك لكاتب جيك فاند بلاس وكاتب يعني المشهور صراحة ويعني هو عبارة عن باحث في جامعة واشنطن وكمان يعني كونسلتن لبعض الشركات التانية وحتى ان جيت بصوت في اليوتيوب لقيته وبيشرح كمان جوجل كولاب يعني الحاجة لسا جدا والعملاء جوجل لقيت ان في واحد من الكو فاوندرز بتاع جوبتر برويجيك اللي هو جوبتر نوت بوك اللي هنستخدمه هو بيرشح الكتاب وكمان بيقول لك ان هو ده الكتاب اللي بيستخدمه عشان يجي لما بيجي يشرح الطلبة بتاعته في الكلية تمام فان شاء الله النهاردة في الفيديو ده هننكلم اول حاجة عن الشابطة اللي موجودة في الكتاب كل شابطر بيتكلم عن ايه وبيشرح ايه ويال الحاجات اللي عجبتني في كل شابطر وفي اخر الفيديو ان شاء الله عرفك كيف تجيب الكتاب ده بالمجان من غير ما تدفع ايه فلوس تمام اول حاجة اول شابطه خالص بتكلم عن الاي بايسون ايه هو اي بايسون وليه تنشأ وليه عمله الاي بايسون بالذات يعني وبيتكلمك بقى عن الشرطقة انت استخدمت في الاي بايسون والهيستري والماجيك فانكشن والدبوجينج والكلام ده كل يعني صلاحا كان كتاب جميل جدا وعلى رغم ان انا اعرض بردك الاي بايسون في بايسون فرداتا اناليسيز الكتاب التاني بس كان كتاب جميل جدا ويعني وضح بردك شوات حاجات لو شرط قطع انت ممكن استخدمها والأرورز وان انا ازاي عمل دبوجينج والماجيك فانكشن يعني وضح كتير جدا وازاي انت تعمل ماجيك فانكشن فتر جوزة انا في الشابطر دين اللي هو الهيستري يعني ازاي ان انت تجيب الهيستري اللي انت كتبت قبل كده يعني من الحاجات الجميلة اللي انا عرفتها من الكتاب ان الهيستري بتاع اي بايسون عمره ما بيضيع يعني ازاي يعني انت جيت مسلا فتحت اي بايسون على الترمينال بتاع ويندوز وجيت خلصت شو لك وقفلت وبعدك جيت فتحتها مرة تاني الهيستري بيبضل موجود طب ازاي ده قال لك ان الهيستري كله عبارة عن ملف محفوظة عندك على الجهاز التاني جزء بتكلم عن مين بتكلم عن نمباي طبعا دياله بحاجة ناساس انت تستخدمه في اي حاجة هتتعلمه في المشين ليرنجا والداتا ساينز لازم تكون فاهمك كويس جدا عشان كل مكتبتها هتستخدمها بعدين مبنية عليها بردك تمام بيعلمك يعني اي هي نمباي واول حاجة فالس يعني اول حاجة فالس في الشابطر بتكلمك عن داتا استركشة بايسون يعني وكمقدمة كده ويعرفك اي داتا استركشة موجودة بايسون وبعد كده يتحدث عن نمباي وبعرفك بقى ليه نمباي يعني اسرع بكتر من داتا استركشة بايسون عن رغم ان هما الاتنين يعني الاتنين مكتوبين في الباك اند باللغة سي بس نمباي اسرع بكتر من بايسون ليه ولكلان ده كله ويعرفك بعدك البروكاستنج والاجريجيشن والكمبيوتاشا بتاع نمباي ويعرفك بقى الفانسي اندكسينج والبوليان والماسك والكلام ده كل فصراحة كان كتاب جميل جدا الشابتر كان كويس جدا جدا ويعني صراحة اكتر جزء عجبني في الشابتر دل هو البروكاستنج كان بشرحه بطريقة جميلة جدا يعني ازاي مسلا عندك ارائي وازاي مسلا تجيب مسلا تضيف لها رقم خمسة مسلا يعني تقول نمباي ارائي زائت خمسة اديك نمباي ارائي برضك تبدي بيحصل ازاي فوا بيعرف ايه هو البروكاستنج وازاي بيحصل والكلام ده كله كان صراحة جميل جيد شابتر رقم ثلاثة الشابتر رقم ثلاثة بتكلم عن بانداز طبعا داتا مانجولاشن وتتلعب ازاي تنظف الداتا اللي عندك بحيس انها تكون نتقدر استخدامها في الماشين ليرنج وداتا ساينس وبيعلمك بقى كل حاجة يعني صراحة لقيت نفس الكلام موجود في بايسون في داتا اناليسيز اللي احنا وردناه الوز ماكيني فهو يعني كان صراحة جزء جميل جدا وشابتر كان حلو اخر حاجة خالص في الشابتر بتكلمك عن مين اللي هو الحسابات الشديدة المعقدة بحيس ان داتا عندك تبقى كبيرة جدا بالكام جيجا مع بعض فهو بقى بيعلمك ازاي تستخدم الكويري وازاي التالجون الايفل وكلام ده كله في بايسون في البانداز وبحيس ان تتصرع كمبيوتاشن وكلام ده فطبعا الكلام ده مهم جدا بالنسبة له عشان هو ريسير شاب طبعا فلازم يكون وخباله من الموارد اللي عنده والجهاز اللي عنده وكده يعني عشان الداتا عنده تبقى كبيرة جدا في شابتة رقم اربعة بتتكلم عن مات بلوتليب مات بلوتليب طبعا المكتب اللي انت مشهر انت يعني بتعمل بها بلوتنج واي حاجة واي حاجة واي حاجة بتتعامل مات بلوتليب فصراحة يعني بمعظم الحاجات باردك ممكن كنت شايفة باردك في بايسون في رتااناليسيز فهو دي اعتبر كده ايه احنا كده قلنا اربعة شباتر دي اعتبر حوالي ستين في المائة من الكتاب الاربع Podcast المائة باقيين كلهم بتخليلهم عن الماشين ليرنج باعرفك عن اى هي الاشبتة رقم باقيه الماشين ليرنج بعنوى الفحية الماظتة الانواع الموجودة في الماشين ليرنج اللي هو سيوم 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 قيمشين أعرفك عن الريجريشن وكن مختلفة تاريين الله يأنيchildren و Kereng�� ب stationه معRI و كلامو بعد كما يعرفك من ال années باقيهم بتصقيقة لامنج وضيفت جيدات كثيرة تمامل باقيadanات تاريهم الكú author الموديل المناسب في الداتا اللي عندك. يعني مثلا امتا السردن كلاسفكيشن امتا السردن الكيمينز والكلام ده كله. ويجيب لك بقى امسيله ويعمل. في اخر الشابط الخالص بيعمل لك اللي هو بتعرف على الوش يعني انت بتدول الصورة هو يبدأ بقى يعمل لك مربع احمر حوالي الوش كلا يعني بحس ان ان هو تعرف على الصورة وكده. فهو صراحة كان كتاب كويس جدا 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 ويعني انا كنت اتمنى ان اقرأ الكتاب ده قبل ما اردت بقى ويعني حاجة جميلة برضك من الكتاب اللي انا شفتين ان هو بعد كل شابطر بيديك فرزة رسورس يعني الموارد تانية انت تتدور عليها بحس انت تتعلم اكتر يعني في اخر كل شابطر بيرشح لك مين بيرشح لك كرصات وبرشح لك كتب بيرشح لك مواقع ويعني حاجات كتير جدا يعني انت تعلم منها فضاء دي صراح يعني اكتر حاجة عجلتين في كتاب يعني مش رابطك بس بالكتاب بتاعه لا بقول لك تعلم اكتر رابط. فهو صراحة كتاب جميل غير ما تلفع اي خلوس وتقرأها ان شاء الله تمامي اي formula عبارة عن جوبتر نوت بوكس يعني انت ب.... يعلم انت بتاخدكتاب كله وتنقرأ كله. طب لو انت مش عارف يعني اي기에 جوبتر نوت بوك وكلام ده كله يعملisas قنا بكع развития جوبتر نوت بوك ستن若ا عندكم اكتروني cidadeو ص triang brittle يعني جوبتر نوت بوك يعني عبارة عن لون ابيض وقد انت م lustige انت ببص للشاشة عشان بتكرأ الكتاب والكلام ده. فهو الميزة ان انا بقول لك انت ممكن انت غير السيم بحيس تغليه لونو دارك او اي سيم عينك بتكتح عليه. بحيس انك متوجعكش تكون تلك من كتر يعني ايه المشاهدة والكلام ده كده والقراء. تمام وده حاجة كنت عايز اقدمها لك. ثانية حاجة برضه ان احنا بنتكلم في الفيديو ده. اتكلمنا عن حاجة اسمها اكستنشنز والكلام ده كده ان هي بتحسن البروداكشن بتاعك والكلام ده كده. يعني واحد منها اللي هي table of content. انت مسلا بعد ما تخلص الكتاب. يعني انت مسلا في جيبت النوت بوك بتاعتك بيبقى في table of content كده بحيس انت تقدر تتنقل ما بين العنوان المختلفة كده بحيس بدل ما تقعد تدور وتبحث والكلام ده كده بنفسك بيبقى في table of content تتكع عليها تنقلك على المكان اللي انت عايزه. تمام? كل دي برضك هتلاقيه في الفيديو ان شاء الله سيبهولك برضك تحت زي ما قلتلك. فبس فهو كل الكتاب موجود هنا في ال repository ديه. تمام? هو طبعا انصحك انت تقرأ برضك الجزء دي اللي هو software انت مسلا تزبط الجهاز عندك بكل المكتبات بقى والحاجات اللي انت محتاجة عشان تقرأ الكتاب بتاعك. تمام? وحتى لو انت مسلا الجهاز بتاعك ضعيف او ممكن مسلا ما يستخدمهش ممكن تتكي هنا على جوجل كلاب. هتلاقي ان الكتاب كله تفتح في جوجل كلاب ده ولا اي حاجة عشان تقدر تقرأ الكتاب او تعمل اي كمبيوتشن او اي حسابات والكلام ده كله. طبعا انت بقى لما تجي هنا هتنزل هنا تعمل هنا كلون وتنزل دولود زيب. هتلاقي كل الحاجات ديت نزلت عندك على الجهاز. كان ملف زيب فايل. كده يعني وتفكي الضغط عنه هتلاقي هي يظهر عندك بالشكل ده. كل النوت بوك ستبقى موجودة هنا. تمام? هنا في ملف برضك. انا كنت برضك نفس الفيديو برضك جوبتر نوت بوك. برضك كنت انا اعمل كلمة عن الملف ده. السكريبت ده انت بتاخده هو يعني اي من غير ما تبدأ بقى ترمنال ولا تعمل اي حاجة كون انت بتعمله انت بتاكي على الملف ده هو بيشتغل. السكريبت ده بيشتغل الواحده بفتح لك جوبتر نوت بوك في نفس الفولدر الموجود فيه وكل حاجة. فبرضك شوف الفيديو ده مهم جدا جماعة. تمام ففتح لك جوبتر نوت بوك زي ما قلنا هوت. وهنا النوت بوكس. نشوف البريفيس. اهوت هنا بتكلم. اهوت ده كتاب كله. تمام. فهو دي يعني صراحة كتاب جميل جدا. وبالمجان مش محتاج انت تعمل اي حاجة كل عليك بس انت تتحمل الحاجات دي على الجهاز بتاعك بس كده. اه نصيحة بس انت ما تنقلش اي فولدر. يعني ما تنقلش اي ملف الفولدر تاني او تحاول انت تتنظم الفولدرات او تنقل مسلا كل شابتر في فولدر واحدة والكلام ده كده. عشان هو مسلا في كل حاجة يعني في كل شابتر في الاخر خالص. اهو بيقول لك مسلا اي بايسون يعني هو يعني بعد ما تخلص مسلا النوت بوك اللي انت فيه دي بيوجهك للنوت بوك اللي بعده. بحيس ان انت مسلا ما تطلعش اي 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 لقوية حاجة. فانت تبتك عليه هو بيبدأها لك لواحد. انما لو انت لانتقل مسلا في فولدر تاني او كلام ده كده مش هيعرف اشترك. تمام. بس. هو دي كان فيديو بتاع نغرب ده ياريت كون الفيديو عقبك. وياريت لو لسه مشترك شمانا في القناة انزل تحت وتعمل مشروك وتفعلك بقراز والعقبك الفيديو ياريت تعمله بشار مع صاحبك. ويالله سامو عليكم.